السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هاد الفيديو في هاد الفيديو ان شاء الله رح نشرحه مع بعض ونحلو تمارين صفحة 23 لسنة اولى ثانوية للشعبتين العلمية والادبية معليكم غير تبوا معي وتفتحوا الكتاب صفحة 23 نبدأ على بركة الله بسم الله read the email and pick out four extreme adjectives which mean very angry, very small, very bad, very cold الإيميل اللي سبقوا وقريتو لكم في الصفحة اللي قبل هذه الصفحة حول كيرسي رايحين تعودوا تقراوه وتخرجوا منه أربع صفات هنا extreme معنتها عندهم الدرجة القسوة فوق منهم ما كانش واحدة معنتها very angry زعفان بزاف very small صغير جدا very bad سيء جدا وvery cold معنتها بارد بزاف تستخرجوهم من النص هذو الادجكتيف قريناهم strong and base adjectives في سنة الرابعة متوسط contrast the adjectives from a to d with those you have picked out what is the main difference between them ask your teacher about gradual and non-gradable adjectives بعد ما تستخرجو الادجكتيف رايحين تقارنوهم بالادجكتيف اللي عندكم من قبل very angry, very small, very bad, very cold وشنه هو الفرق بينتهم ومبعد تسقصي أستاذك وش معنتها gradual وnon-gradable adjectives ذوك حنا هذو كامل نجاوبوا عليهم eight, pick out from the email four ordinary adjectives with degree adverbs order the adverbs from the highest to the lowest degree زدوا تخرجوا أربعة adjectives أيضا يكونوا ordinary with degree adverbs وتوسوهم وترتبوهم على حسب من الهايست من الأعلى إلى الأسفل درجة ثم عدنا task nine task nine رايحين تربطوا much ordinary adjectives from one to eight with extreme adjectives نربطهم from eight to eight then use four ordinary adjectives with degree adverbs in sentences of your own هنا نربطوا الأدجكتيف العادية بالأدجكتيف الbased adjectives مع strong adjectives انتحة وبعد توفهم في أربعة جمل من عندكم إذن هذا هم التمارين ستة وسبعة وثمانية وتسعة من النص ستة وسبعة من النص وبعد ثمانية وتسعة وثمانية أيضا من النص وتسعة نخدموه مباشرة أمامنا إذن شوفوا معي الحل تهذ أربعة تمارين ثم نواصل مع بعض إذن التمارين الأول عدنا very angry strong adjective انتحة هو furious very small هو tiny very bad هو terrible وvery cold هو freezing إذن هذو هما لاستخرجناهم من النص إذن هنا عدنا gradual adjectives and non-gradable adjectives gradable adjectives هما اللي نقدروا عندهم درجات نقدروا نزيدوا لهم very نقولوا very cold ولا very very cold أما non-gradable adjectives فهي التي لا يمكن إضافة very لها معنتها فوق منها ما كانش ما نقدرش نقولوا very terrible ولا very freezing لأنه تعبير خاطئ التمارين الثامن عدنا I've I got up عفوا I got up very early هذو استخرجناه من النص عدنا Finland is very famous Cursey is a curse's name Cursey عفوا is a name which is quite common هنا very famous مدينة لها 90% very early 9% وعدنا quite نعطوها 60% في التدريج انتحهم My house is rather small عدنا 40% School is a little bit far from my house little bit عدنا 30% Geovascular is not very big عدنا 20% و not at all ليهي zero percent ليهو degree انتحها نشوفوا الآن التمارين التاسع عدنا ordinary adjectives عدنا لهم extreme adjectives انتحهم عدنا good excellent hot boiling hot مع انتها ساخن boiling الحق لدرجة الغليان tired متعبان exhausted ميت بالتعب interesting عدنا fascinating large huge sad tragic funny hilarious clever عدنا brilliant درجة القصوى من الذكاء شخص نقول عليه نابغة نقول عليه brilliant عدنا التمرين الاخير اللي هو write it right read cursi's email and write a short reply following the plan below هنا بعد من قرأنا الإيميل انتح كيرسي رايحين نرجعو لها عليه رايح تتبع الخطوة التالية وتكتب انت الإجابة أو ترجع لها انتهي في بلاسة المرسل إليه اللي مرسلت لها كيرسي say thank you رايحين تشكروها then introduce yourself briefly وبعد تعرف بنفسك طريقة غير شوية describe your regular activities using frequency adverbs رايح تتبع لها شوية من روتين اليومي تاك بيستعمل frequency adverbs اللي شفناهم اللي هم موجودين أيضا في إيميل تحكيرسي اللي هو after that finally first إلى غيرها introduce your family رايح تتعرفها شوية بالعائلة تاك شوية معلومات من كل حاجة use cues from the table below to introduce your country briefly using degree adverbs with adjectives رايح تستعمل آآ شوية من هذه المعلومات اللي موجودة في الجدول باش تعرف كيرسي ببلدك عدنا ال questions وعدنا ال answers عدنا الأسئلة والأجوبة اللي منها رايحين رايحين تخدموا الجواب انتحكم هنا يا تقرأوا الأجوبة والأسئلة والأجوبة وتدوا منهم فقط المعلومات اللي تحتاجوها أنا هذا الجدول مش رح نقراه لأنه رايحين تقرأوه انتوما وبيه تخدموا بعد ما نكملوا هذه الفقرة رايح تصحح الأخطاء انتاعك وتتبادل انت وزميلك وتصحوا البعضاكم ومبعد الكتابة الأخيرة انتاعكم رايحين تمدوها للأستاذ إذا شوفوا معي هنا short paragraph درت لكم حول المطلوب وانتوما زيدوا في المضعية وش تحبوا واستعملوا المعلومات الموجودة في الجدول إذا عدنا هنا انتوما تستعملوا كما قلت لكم المعلومات الأولى أنا ما استعملتها تعرف بنفسك وتمد معلومات على روحك وغيرها أنا هندت لكم الجزء المهم جدا من اللي نستعملوه من الجدول اللي راحين نعرفوا به بالبلد انتعنا أما المقدمة والمعلومات عليك انتايا والمعلومات على والديك هذه كديروها والعائلة انتاعة كديروها وحدكم نبدأ لكم من الجزء الخاص بالجدول فقط My country is located in Africa Its name is Algeria It is bordered in the west by Morocco and Tunisia From the east In the north by the Mediterranean sea Its average temperature in summer هنا يشوفوا حددنا وش يحدها شرقا وش يحدها غربا وشمالا ورحين نحكي وعلى درجة الحرارة في السيف Its average temperature in summer is more than 30 degree It is famous for its beautiful beaches and its historical sites اذا معروفة بالشواطئ الجميلة انتاحة والمعالم الاثرية والتاريخية او المناظر التاريخية ايضا انتاحة اذا هنا تستعملوا من الجدول واش تحبوا المقدمة تبقى لكم انتوما انا دتلكم العرض المهم لمن خلال الجدول اما المقدمة كما قلتلكم معلومات خاصة بكم و بعائلتكم تدروها وحدكم اتمنى ان شاء الله هاد الفيديو مع الشرح افيدكم وتستفادوا مع الياغي نقولكم قوى على خير ربي وفقكم وينجحكم ان شاء الله وفي امان الله اشتركوا في القناة